موسيقى مصرع الصماد يكشف الصراع الحوثي على السلطة ونهبى ثروات البلد موسيقى انكسارات حوثية والجماعة تحاول لملمة أشلائها وتجبر الموظفين على حضور تظاهراتها موسيقى جرافث يبدأ جولة جديدة للمنطقة بحثا عن السلام ومجموعة السبع تدين الأنشطة الإرهابية في اليمن موسيقى من قناة اليمن اليوم حياكم الله إلى النشرة الإخبارية صراع الميليشيات الحوثية على السلطة ونهب الثروات للبلد بدأ يظهر جليا بين الأجنيحة الميليشاوية في الجماعة وبدأت التصفيات تطال قيادات كبيرة أصبحت غير مرغوب فيها على ما يبدو ماذا بعد مقتل الصماد؟ سؤال مرتبط بمستقبل الميليشيات الحوثية في قادم الأيام ولأن الجواب ليس يقينا في عالم السياسة المليئ بالمتغيرات إلا أن المؤشرات توحي بانفراط عقد الميليشيات وقياداتها التي أضحت بعد مصرع الصماد ضمن دائرة الاستهداف دون استثناء مقتل الصماد الذي شغل منصب رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ربما لن يؤثر على نهج الجماعات السلالية وفق البعض بل أنه قد يساهم في إفساح الطريق أمامها للمضي أكثر في مشروعها الميليشاوي بعيدا عن غلاف سياسي يخضعها لسلطة نظام أو قانون كما أن ظروف مقتل الصماد واختيار توقيت إعلان مصرعه يؤكد تنامي الخلافات البينية داخل الجماعة والصراع الذي ظهر بعد انتهاء المصالح على ما يبدو في تأكيد على أن مشروع الميليشيات متوقف على رؤية المتوارع عن الأنظار دون الالتفات إلى الأشخاص الذين لا يشكلون سوى أدوات هامشية تكشفها نبرة التباكي الزائفة والمفضوحة في المقابل يرى مراقبون أن تعيين المشاط بديلا عن الصماد في رئاسة ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى ليس إلا إجراء صوريا للتغطية على جرائم الجماعة التي كان آخرها اغتيال الزعيم صالح في الرابع من ديسمبر الماضي ضمن جريمة كشفت الوجه القبيح لهذه الجماعة الدموية والمتطرفة الإجماع الوطني والإقليمي بضرورة استئصال شأفة الميليشيات يجعلها متقوقعة على ذاتها أكثر فأكثر دون أي غطاء سياسي ناهيك عن تلامي صراعات المصالح البينية وكلها عوامل تمذر بنهاية وشيكا للميليشيات انتشر مسلح جماعة الحوثي في عدد من شوارع العاصمة صنعاء غدا تأعلان الميليشيات مصرع الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي ونصب العشرات من الحواجز الإسمنتية في صنعاء انتشار واسع لمسلحي الحوثي عقب إعلان مقتل الصماد مصادر محلية أكدت أن مسلحي الميليشيات الحوثية انتشروا في أحياء عدة شمالية العاصمة صنعاء مثل حي المطار والجراف والحصبة ودهرس الخروج المكثف للمسلحين الحوثيين ليس بالأمر الطبيعي فقد جرى استحداث نقاط تفتيش في أماكن لم ينتشر فيها الحوثيون من قبل بما أكد سكان العاصمة صنعاء أن النقاط الأمنية الجديدة للحوثيين اطلبت من المارة إبراز هوياتهم وسط إجراءات وصفت بالمشددة كل هذه المؤشرات تعطي دلالة واضحة على مدى التخوف الذي تشهده قيادات الميليشيا الحوثية في صنعاء خاصة بعض الانهيارات المتلاحقة لعناصرهم في جبهة الساحل الغربي مراكبون اعتبروا أن مقتل القيادية الحوثي صالح الصماد يعد تطورا يزيد من حالة التخبط التي تعيشها الجماعة الحوثية وأن من شأنه رفع حدة الصراعات في صفوفهم وإضعاف معنويات مقاتليهم ويرى مراكبون أن مقتل الصماد زلزال بالنسبة للميليشيات الحوثية التي يعد الصماد الرجل الثاني بها وبمصرعه تكون الميليشيا قد خسرت أحد أقوى أركانها خصوصا وأن الصماد يوصف في أدبيات الحوثية بالقائد الأعلى لميليشياتهم والتي حاولت قبل مقتله لم لمت شتاتها في الساحل الغربي وتحديدا في الحديدة لا شك أن مقتل الصماد سيزيد طين هزائمها بلة في الجبهات ويقرق الميليشيا في مزيد من التحبط خاصة بعد إعلان الحوثيين تعين مدير مكتب زعيمهم مهدي المشاط خلفا للصماد وهو ما رأى فيه خبراء مسمارا ربما يكون الأخير في نعش العمل السياسي للحوثيين رغم أن الميليشيات بدت وقد رتبت للأمر بعناية قبل إعلان نبأ مقتل الصماد إلا أنها قادت فأعلنت ما سمته بحالة الاستمثار القصوى في صنعاء ومناطق سيطرتها مما يعكس تخوف قاداتها من صدامات قد تحدث بين أجنحتها المتصارعة والتي كان الصماد يقود أحدها في مواجهة خصمه رئيس ما تسمى باللجنة الثورية محمد علي الحوثي ومن ورائه عبد الكريم الحوثي عم زعيم الميليشيا ممارسات قمعية وإجبار للمواطنين على الخضوع لتوجهات وقناعات الجماعة ممارسات ذأبت عليها ميليشيات الموت الحوثية منذ دخولها العاصمة صنعاء وبعض المناطق بقوة السلاح حتى بات السكان يحلمون بيوم الخلاص منها يوم بعد آخر تفقد الميليشيات الحوثية مؤيديها والحاضينة الشعبية التي تحميها في المناطق الخاضعة لها نتيجة الجرائم والانتهاكات المتواصلة التي تقوم بها الجماعة منذ أن سيطرت على العاصمة صنعاء وبعض المناطق بقوة السلاح جريمة الميليشيات التي اقتلت فيها الزعيم علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية السابق رئيس المؤتمر الشعبي العام بطريقة وحشية لم يسبق لها التاريخ كانت بداية النهاية لهذه الجماعة الدموية التي مارست أبشع صور الانتهاكات في حق اليمنيين ولم يلمس منها المواطن سوى الموت والدمار وافتتاح المزيد من المقابر لمواراة أشلاء المغرر بهم الذين تقتادهم الجماعة بالقوة للقتال معها في حربها العبثية يصارع اليمنيون الجوع والمرض والفاقة منذ أن ظهرت هذه الجماعة بمشروعها التدميري وفكرها العنصري الضال فيما تواصل الجماعة استهداف كل مظاهر الحياة في البلد حيث أحالت مؤسسة الدولة إلى ثكانات لها ونهبت كل مقدرات البلد ومخزونها النقدي ولم تكتفي بذلك بل مكنت مشرفيها من التلاعب بحياة المواطنين في مختلف المناطق الخاضعة لها رفض المواطنين لمشاريع وتوجهات الجماعة وعدم التجاوب معها في الفترة الأخيرة يأتي امتدادا للانتفاضة التي أعلنها الزعيم الشهيد علي عبدالله صالح في 2 ديسمبر في وجه هذه الميليشيات التي ترفع شعار الموت ولا تفقه سوى لغة القتل والدمار والتخوين لكل من يقف في وجهها انكسارات لميليشيات الموت الحوثية في مختلف الجبهات حيث تلقت ضربات موجعة وخسائر فادحة في جبهة الساحل فيما طردت من مواقع استراتيجية في محافظتي صعدة والبيضاء في جبهات القتال تعبير واضح وجلي عن حال الميليشيات الحوث الإرهابية التي قرب تطهير اليمن من دنسها ففي محافظة صعدة ضردت جماعة الحوثي من سلسلة جبال رأس الهرم في مديرية باقم وسبق أن تم تطهير جبال الضراوية وسلسلة جبال رأس الطير وسبعة علم وضبعة بعد معارك عنيفة لغي خلالها العشرات من الحوثيين مصرعهم فيما جرح آخرون مصدر عسكري ذكر أن القوات الحكومية قامت بعملية تمشيط للجبال والهضاب والتباب الواقعة ما بين سلسلة جبال الوعوع وحتى قمم رأس الطير وتحقق القوات الحكومية تقدما ميدانيا مستمرا في معقل الحوثيين من خمسة محاور تمهيدا لتحرير كامل المحافظة من جماعة الموت الحوثية إلى جبهة الساحل حيث تخوض قوات حراس الجمهورية معركة نوعية في محيط مفرق المخى وتضييق الخناق على مسلحي ميليشيا الحوث الإرهابية لفك الحصار عن تعز من الجهة القربية ضمن عملية عسكرية واسعة ومع وقع المعركة فرت عناصر الحوثي بشكل جماعي من جبهات الغتال تاركين خلفهم عتادهم وجثث قتلاهم وفي محافظة تعز تتواصل العمليات العسكرية في الجبهات الشرقية لتحرير مدينة الراهدة وفي سياق متصل تمكنت القوات الحكومية من تطهير تبة الزوم وتبة الردمة وتبة الشاهد وقرية عودين واستعادة تبة الخزان بجبهة مقبنى غربي المحافظة بعد معارك عن إفاظ ضد مليشيات الحوث الكهنوتية وفي البيضاء تتهاوى عصابات الحوثي في جبهات المحافظة فيما تواصل القوات الحكومية تقدمها لالتحام جبهتي اليسبل مع ناطع وهو ما سيشكل ضربة قاصمة للحوثيين إلى ذلك سلم عدد من مسلحي جماعة الحوثي الإرهابية أنفسهم للقوات الحكومية أصيب طالب جراء قصف جماعة الحوثي القرى في مدينة مريس محافظة الضالع مصادر محلية ذكرت أن القصف العشوائية للمليشيات عدى إلى إصابة طالب من أهالي قرية الجدس بإصابات وصفت بالخطيرة تم نقله على إثرها إلى عدن لتلقي العلاج ويأتي ذلك بعد يوم واحد فقط من إصابة طالبين آخرين هما سعد قايد الحميدي وأحمد الحضوري لقصف مماثل استادفى قرية السون يذكر أن مليشيات الحوثي الضلامية تواصل ارتكاب جرائم ضد المدنيين في معظم المناطق التي تسيطر عليها أو تستطيع استهدافها بقذائف وكاتيوشا دون مراعاة للإنسانية وفي السياق ذاته قتلت طفلة في السابعة من عمرها بقذيفة مدفعية أطلقتها مليشيات الحوثي الإرهابية على حي سكنين في مدينة حيس جنوبي الحديدة مصدر محلي أكد أن المليشيات الحوثية قصفت بقذائف مدفعية وصاروخية عشوائية حي العسالي السكني في حيس ما أدى إلى مقتل طفلة في السابعة من عمرها بقذيفة فصلت جسدها عن رأسها وأصابت والدتها بجروح خطيرة كما تضررت عدد من المنازل في أحياء مختلفة نتيجة استمرار القصف الوحشي للحوثيين احتجزت مليشيات الحوثي الإرهابية مجددا شحنات مساعدات إنسانية إغاثية في منفذ جمركي استحدثته في محافظة إب ضمن عرقلاتها الممنهجة لوصول الإغاثة الإنسانية للمحتاجين والتلاعب بها في مناطق سيطرتها مصادر محلية أكدت أن المليشيات تواصلوا منذ يومين احتجاز عدد من القاطرات المحملة بآلاف الكراتين من التمور التابعة لإحدى الجمعيات الخيرية التي قدمتها مساعدات إنسانية لسكان محافظة إب وتطالب بدفع إتاوات مالية غير قانونية على الشحنات وتعرقل مليشيات الحوثي في مناطق سيطرتها وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى المواطنين اليمنيين كما تعرقل عمل المنظمات الإنسانية وتمارس انتهاكات بحق طواقم الإغاثة والمنظمات وفق شكاوا كثيرة تقدمت بها تلك المنظمات يذكر أن مليشيات الحوثي الإرهابية استعدثت في محاوظة إب مصلحة جمالك لتحصيل إتاوات جديدة على الشحنات التجارية والمساعدات الإنسانية وسبق احتجاز شحنات إغاثية طبية وغذائية أكثر من مرة في هذا المنفذ تغير وجه صنعاء الحضاري منذ اليوم الأول لدخول عصابة الحوثي إليها فالتغير واضح في ملامحها وألوانها وحتى تركيبتها السكانية كما أن الصورة والشعارات الحوثية شوهت شوارع العاصمة وأزقتها أينما يممت وجهك في العاصمة صنعاء تجد صور كتلى مليشيات الحوثي الكهانوتية تملأ شوارعها حيث عملت المليشيات على نشر صور قتلها غالبيتهم من محافظة صعدة الذين قتلوا في مختلف الجبهات منفقة مئات الملايين في لوحات عملاقة عبر ما يسمى مؤسسة شهيد متناسية هذه الجماعة الكهانوتية معاناة شعب يتذور أبناءه جوعا وعطشا ويعيشون حياة قاسية بعد نهبهم لمرتبات موظفي الدولة لأكثر من 19 شهرا اهتمام المليشيات الحوثية بصور قتلها المقربين منها تحديدا من محافظة صعدة والأسر التي تنتمي لجماعتها يكشف عنصريتها وفكرها الضيق حتى في من يضحون بهم في سبيل ما يسمى صرخة الموت الخمينية متجاهلين قتل آخرين من أبناء المواطنين من المحافظات الأخرى الذين أجبرتهم المليشيات على القتال في صفوفها والذين استخدمتهم كبش فداء لحماية الناهبين لإرادات الدولة وقوت المواطنين ممن يتبعون جماعة الحوثية لم تهب جماعة الحوثي للشعب إلا الموت ولم تعطيه إلا المقابر الغالبية من الأطفال فهذه المقابر تستقبل يوميا العشرات من القتلى من مختلف الجبهات بعد دعوات تطلقها كياداتهم لأبناء القبائل للزج بأبنائهم لمحارك حروبهم العبثية تغيرت صنعاء منذ اليوم الأول لاجتياحها فالتغير واضح في ملامحها وألوانها وحتى تركيبتها السكانية ووجهها الحراري تغير بدى واضحا على شوارعها وأزقتها وحتى في ملامح الناس ونظراتهم الخائفة في ظل هيمنة هذه المليشيات القوثية فيها عاصمة سام تعيش اليوم في أسوأ مراحلها فالكهنوتيون يعاملونها على أنها رهينة يبتقون من ورائها تحقيق مطامعهم الخبيثة والتي تظهر جليا يوما بعد يوم لأعادتها أعواما إلى الوراء أعوام الجهل والتخلف والحقد الأعمى من خلال تلطيح وجهه الحسن بالألوان الحوثية الخضراء فما الذي صنعتموه وجلبتموه لصنعاء خصوصا واليمن عموما غير الذل والهوان وماذا سيحكي ويكتب عنكم التاريخ غير صفحة سوداء تظل لعنات الأجيال تلاحقكم أينما وجدتم انتشرت في الآونة الأخيرة عصابات خطف الأطفال في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي فلا يكاد يمر يوما إلا ونشهد حادثة اختطاف أو أكثر وتحدثت المعلومات أن الكثير من الأطفال تم اختطافهم في دمار والحديدة لكن هناك تعميم على هذه الحوادث من قبل الميليشيات الحوثية وتتحرك هذه العصابات تحت مرأة ومسمع من عناصر الحوثي التي لا تحرك ساكنا أمام تصاعد وطيرة الاختطاف تلك التي وصلت إلى حد لم تشهده اليمن من قبل في إطار التحشيد وإعلان حالة الطوارئ عاقب مصرع صالح الصماد رئيس ما يسمى بالمجلس السياسي لعلى التابع للحوثيين وجه مدير عام المؤسسة الاقتصادية اليمنية المسؤولين بالمؤسسة بسرعة تجهيز كشوفات بالموظفين يتم نقلهم إلى الجبهات للمشاركة في القتال بصفوف الحوثيين مراقبون أوضحوا أن هذه التوجهات تشير إلى النقص الحاد الذي تعانيه الميليشيات في الجبهات بعد مصرع آلاف من عناصرها إضافة إلى عزوف الشباب وأبناء القبائل عن الالتحاق بالميليشيات في حربها ضد الوطن وكانت الميليشيات الحوثية قد أصدرت تعميما لخطباء المساجد لعمل خواطر بعد كل صلاة بغرض التحشيد كما دفعت مبالغ طائلة لمشائخ ووجهات اجتماعية للغاية نفسها انتشرت وثيقة بتوجيهات الميليشيات الحوثية لصرف 40 مليون ريال للتظاهرة المسلحة المزمع إقامتها في مدينة الحديدة الوثيقة تضمنت توجيهات موجهة إلى وزير المالية اقترح فيها وزير الداخلية المعين من قبل الحوثيين صرف مبلغ 40 مليون ريال لدعم المظاهرة التي ينفذها ابناء الحديدة تجدر الإشارة إلى أن موظفي الدولة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ أكثر من عام ونصف في ظل نهب واستنزاف من جماعة الحوثي لكل مقدرات وموارد البلد واستقدمت ميليشيات الحوثي حافلات لنقل أعضاء المجالس المحلية وكل مدراء المديريات والمدراء التنفيذيين والإداريين توجيهات عليا من ميليشيات الحوثي لعناصرها والموالين لها بالسفر إلى الحديدة للمشاركة في المظاهرة عبر سيارات مدنية مع عدل أطقم تفاديا لأي غارات محتملة من قبل طيران التحالف العربي الجدير ذكره أن خيادات ميليشيات الحوثي بكل مستوياتها تعيش حالة من التخبط واليأس والرعب جراء الضربات والهزائم المتتالية التي تلقتها مؤخرا في مختلف جبهات القتال بعد فقدانها الغطاء الشعبية والسياسية عقب انتفاضة الثاني من ديسامبر المحاولات الحوثية المستميتة للملمة الأشلا وإظهار رباطة الجاش في ظل الهزائم والانكسارات تعد مجرد محاولات في ظل انعدام الحاضنة الشعبية وعزوف القبائل والمواطنين عن المشاركة في حرب الميليشيات ضد الوطن محاولات حوثية مستمتة للملمة أشلائها واسترداد عافيتها جراء ما يصيبها من هزائم وانكسارات هذه المرة تحاول الجماعة حجد موظفي الدولة بالترغيب والترهيب صارفة الأموال المنهوبة من موارد الدولة وموفرة وسائل النقل العامة والخاصة للمشاركة بمسيرة المتبردقين أو ما تصفها بمسيرة المتبندقين الجماعة تدرك إن الحدد كغيرها تلفظها لذا وجهت المذكرات إلى مختلف المحافظات لجمع كبار الموظفين بما فيهم أعضاء المجالس المحلية ومدير والمديريات مع الوعود بصرف المكافآت وتجهيز المواصلات على أمل أن تجد من خلالهم الحضور الكافي لحفظ ماء الوجه ولو لدقائق معدودة في أحد شوارع الحديدة فراره مسلحي الجماعة من الجبهات وتسليم الكثير لأنفسهم يؤكد حالة الإرباكة التي وصلت إليها الجماعة ومقدار التخبط الذي أصابها في ظل الهزائم المتلاحفة والانكسارات المتواصلة بمختلف الجبهات بالتزامن مع عزوف القبائل عن الزج بأبنائهم في الحرب العبثية التي تخوضها هذه الميليشيات ضد الوطن الوضع الصعب الذي وضعت الميليشيات نفسها فيه دفعها على ما يبدو لتغيير سياستها التحشيدية بين الترهيب والترغيب فترة باستمالة القبائل وأخرى بتهديد الموظفين بضرورة المشاركة في حربها العبثية أو على الأقل المشاركة فيما تسميها بدوراتها الثقافية التحريضية ضد الوطن الدلائل تشير إلى الفشل الذريع التي تواجه تلك المحاولات الحوثية مع حالة الرفض الشعبي الكاملة لها بمختلف محافظات الوطن بعد أن خبروها وعرفوا زيف إدعائها ومقدار ظلالها وللمزيد حول هذا الموضوع نستطيفه الإعلامي والمحلل السياسي أحياء العبد أستاذ يحياء مرحبا مرحبا بك محاولات مستميتة لإظهار غير الباطن لهذه الميليشيات بينما وجوه قادتهم وخطاباتهم المهزوزة تفضح انكسارات وهزائم واضحة جدا للمواطن البسيط ولأبناء القبائل الذين أصبحوا أكثر إدراكا اليوم ومن يوم الثاني ديسمبر بعدم زج أنفسهم وأبنائهم في حرب ضد الوطن قراءتك لذلك بداية تحية لك ولكل أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج الذين ينتصرون للوطن ضد هذه العصابة الكهانوتية المأجورة فيما يخص التحشيد والاحتشاد وما يجري ندرك جليا والمتابع السياسي والمواطن البسيط يدرك أيضا أن عملية الاحتشاد الذي تتم في أي وقت من الأوقات لم تعد مجدية لو كانت الحدشود مجدية لنصرة أي طرف من الأطراف لكانت حشودة السبعين انتصرت لثورة 2 ديسمبر الحشد الذي يتم الآن في منطقة تهامة عند أبناء تهامة الخير أبناء تهامة المحبة والسلام هي عملية استباكية يستعدون فيها لمواجهة حراس الجمهورية الطوارق من خلال تجنيد مجامع مسلحة تم استقداد أمهم من المحافظات من محافظة حجة من محافظة المحويت من صنع أيضا إضافة إلى ما تم تداوله من وثيقة تؤكد أن 40 مليون ريال صرفت من حساب الشعب في وزارة المالية ومن البنك المركزي لتغطية نفكات هذه يسأل نفسها المواطن في تهامة أو القادم من مناطق خارج تهامة ماذا نالهم هؤلاء الأشخاص من هذه المبالغ التي صرفت وكما قال التقرير لاحظنا جليا أنه شعب بلا مرتبات شعب يموت جوعا شعب محاصر لا تتوفر له الغاز لا يتوفر له الوقود لا تتوفر المتطلبات الرئيسية لحياته هل يمكن أن يشارك هذه المجامع والإصابات المسلحة التي تريد أن تواجه حراس الجمهورية في منطقة تهامة هي هذه الحقيقة لا توجد احتشادات وطنية مؤيدة لهم هي احتشادات بالإكراه إلزام الموظفين إلزام القيادات في المجالس المحلية إلزام مجهة خلقبائل إلزام كل أبناء الوطن أنهم يكونوا جزء منهم والشعب اليمني أدرك حقيقة هؤلاء في 2 ديسمبر وما اكترفوه من جرم كبير في 4 ديسمبر ومع ذلك كان الحضور باهتا طبعا ماذا تتوقع من أبناء تهامة أبناء تهامة أكثر من 18 المديرية كما دائرة انتخابية تنتمي إلى حزب المؤتمر الشعبي العام الحزب الوسطي حزب الانتصار للوطن حزب الكرامة حزب مؤسس والزعيم علي عبد الله صالح ماذا تنتظر هؤلاء من قال صوته في يوم ما نعم للفرسان نعم للخيل لا يمكن أن يأتي صوته أو لهذه المجامع المسلحة هناك مجامع أصحاب مصالح أصحاب فاعدة أصحاب يبحثون عن مناسب أن يكونوا جزء من منظومة الكهنوت الموجودة ولكن في النهاية من ينتصر هو الوطن من سينتصر هو الشعب أبناء تهامة يدركون نجليا أن الفتح القادم والنصر القادم من خلال حراس الجمهورية وينتظرون لهذا اليوم بفارغ الصبر والاحتشادات هذه لمواجهة هذا الفوج اليمنية الخالص الذي يرفع رأية الجمهورية اليمنية يدركون أنهم ينتظرونه بالاحتضان ولاحظنا في معظم المناطق التي تم تحريرها حتى الآن كيف كان استقبال أبناء اليمن أو المواطنين أبناء تهامة لهؤلاء حراس الجمهورية تزعم الميليشيات أنه لا توجد لديها موارد مالية وبالمقابل تصرف عشرات الملايين من موارد الدولة كما ذكرت أنت للقيام بفعالية مؤيدة لجماعة في حين يتضور المواطنون جوعاً في مناطق سيطرتها لماذا كل هذا التناقض ليست عملية التناقض الشعب اليمني يعرف ويدرك جلياً أن هؤلاء مجموعة لصوص عصابة مأجورة مرتزقة مرتهنين لمصالحهم الضيقة مرتهنين لعملاء الخارج معروف من يمولهم من يعطيهم إذا كانت الأموال التي تقدم من كطر وإيران حتى الآن غير واضحة فيهم الخلافات وما نشبت وما ما حدث للصريعة الصماد يؤكد أن هذه المجموعة تتآكل من الداخل ولن تنتهي إلا بتآكلها من الداخل والموقف البطولي لحراس الجمهورية والطوارق الذي عجل فيما يجري بينهم الآن الاختلافات الهروب تقديم اللجوء السياسي كل هذه ملامح واضحة للمستقبل القريب لنصر اليمن طبعاً معروف أن أموال التي نهبوها من البنك المركزي ما يقدم لهم من الخارج إرادة الدولة استحداثة المنافذ الجمركية في أكثر من منطقة في ذمار في إب في ضال في أكثر من مكان هذا يؤكد جداً أنهم يبحثون عن المال مجموعة عصابة مرتزقة يبحثون عنه وما يجري للشعب اليمني على امتداد سنتين بدون مرتبات يؤكد أنهم ليسوا رجال دولة وإنما يبحثون عن المصالح وسيتساقطون سريعاً وتقديم اللجوء سياسي من أحد من الناطق الرسمي لسيؤهم العبد الملك الحوثي تأكيد لذلك نعم كيف تقيم وضع الميليشيات اليوم في ظل انخفاض حاضنتها الشعبية خاصة بعد اغتيالها الزعيم علي عبدالله صالح أعتقد لا توجد لهذه الجماعة حاضنة شعبية نكر ونعترف أن تحالف المؤتمر الشعبي العام ذات يوم معهم أعطاهم المكانة والقيمة خيانتهم لهذا التحالف ولهذا العقد الذي بينهم وبين المؤتمر الشعبي العام كشف أن شعبيتهم لا شيء كشف كل الصورة الجميلة الذي كانت ترسم حولهم في عيون الناس ساقطت من عيون الناس الآن يرون أمامهم مجموعة مرتزقة عصابة يتحدثون عن الدين والمسيرة القرآنية وهم بعيدين عنها يتكلمون باسم بيت النبوة وهم بعيدين عنه يتكلمون باسم الشعب وهم بعيد عن الإحساس بما يعانيها الشعب من جوع ومرض وفكر وفاقة وحاجة يتحدثون بكل شيء جميل وهم نقيضاً له الشعب اليمني يدرك من هم هؤلاء لو يعلمون أن الشعب ما زال حاضماً لهم لما عاشوا حالة التناقضات التي يعيشها الآن التناقضات التي يعيشها الآن ما أدى إلى اغتيال الصماد كل الحكاية تؤكد أنهم كذلك أيضاً لا ننسى حقيقة واضحة وجلية ما يجري في الجبهات الكتالية في جبهات النصر للشعب اليمني للجمهورية اليمنية من تصارع كنا نسمع أنهم ذهبوا إلى نجران إلى جيزان سقطت محافظة كذا سقطت معسكر كذا الآن كل ما تتناوله غرفة العمليات العسكرية الداخل عندهم سقوط محافظة سقوط مجبهة سقوط اتجاه كلها سقوط لا يوجد لديهم نصر واحد ولا يوجد لديهم إلا ما يكذبون على الشعب من خلال إعلامهم الموجهة والموجه بخبارات خارجية أنهم يحققون النصر والشعب اليمني يدرك لم يعد لهم هناك نصر حقيقي إلا نصر الشعب وإرادة الشعب في التماسك والالتفاف مع أحراس الجمهورية اليمنية مع أحراس الوطن مع الطوارق مع القوات الحكومية مع كل من يريد أن ينتصر للجمهورية اليمنية نعم بالنسبة للجبهات تفيد الأخبار المتواثرة من هناك بأن الميليشيات تتقهقر ويستسلم أفرادها يعني خصوصا في ظل تلقيهم ضربات موجعة في مختلف الجبهات وخصوصا أيضا من حراس الجمهورية وأيضا يستسلم هؤلاء الأفراد وتتقهقر الميليشيات منذ إعلان نبأ مصرع صالح الصماد إلى ماذا يشير ذلك؟ طبعا الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع 19 إبريل اليوم انطلاق حراس الجمهورية انطلاق المقاومة الحكومية التحركات العسكرية التي حددت ملامح والمشهد السياسي والعسكري والاقتصادي والاجتماعي في اليمن هي من بداية تحرك حراس الجمهورية وهذا ما علينا أن نوكم به التحركات وموصل إليه هذه المجموعة الكهانوتية في الحديدة أو في أكثر من جبهة يؤكد أن هناك حقيقة واحدة مرعوبون من هؤلاء الطوارئ مرعوبون من حراس الجمهورية يعيشون التقناقض يبحثون كيف يهربون الأموال التي نهبوها من أموال الشعب والحقيقة القادمة والحقيقية على الشعب اليمني أن يدرك حقيقة واحدة ومؤكدة أنتم تنتصرون بحراس الجمهورية وحراس الجمهورية ينتصرون بكم وتكتملوا العملية وبالطبع إن شاء الله عندما يتحرر الساحل ستتحرر سلعان الإعلامي والمحلل السياسي لأستاذ أحياء العابد شكرا جزيلا لك لكم الشكر شهدت مدينة تعز اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة في صراع لا يخدم إلا ميليشيات الحوثي الإرهابية وبحسب شهود عيان فقد اندلعت اشتباكات متقطعة بين الفصائل المسلحة في صراع عبثي على النفوذ يذكروا أن مدنيين أبرياء ساقطوا خلال هذه المواجهات العبثية والتي تغلق السكينة العامة ناهيكا عن ترك مواجهات ميليشيات الحوثي الإرهابية يستهل مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن مارتون جرافث جولة جديدة في المنطقة بدأها بزيارة العاصمة السعودية ومن المقرر أن تكون العاصمة الصنعاء هي ثاني محطات جولة جرافث حيث سيلتقي فيها ممثلين عن جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام وكان المبعوث الأممي قد تعهد في أول إحاطة له أمام مجلس الأمن الدولي أنه سيقدم خريطة سلام خلال شهرين الجدير بالذكر أن الأمم المتحدة تارعت في السابق ثلاثة جولات من مشاورات السلام لكنها لم تحقق اختراقا في جدار للأزمة وخلفت أيضا وضاعا معيشية وصحية متردية للغاية خلال أكثر من ثلاث سنوات من الحرب وجعلت معظم السكان بحاجة لمساعدات إنسانية وفق تقارير الأمم المتحدة دان وزراء خارجية مجموعة السبع الصناعية أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة لا سيما دعمها لمليشيات الحوثي الإرهابية وعرب الوزراء في إعلان صادر عن اجتماعهم في تورنتو بكندا أعربوا عن قلقهم العميق بسبب إرسال إيران مكونات أسلحة باليستية إلى جماعات الحوثي المتمردة في اليمن والمثبتة بتقارير أممية ودعوا إيران إلى البساهمة في تقليل التوتر في اليمن والالتزام بالقرارات الأممية ومنع جميع أشكال الانتشار المباشر وغير المباشر للخبرات والقدرات الباليستية يذكر أن مجموعة السبع الصناعية الكبرى تضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان مستمرة النشرة فيها بعد الفاصل الصين تسعى لتوفير 340 مليار دولار بحلول 2030 السودان تطرح حقولا نفطية للاستثمار أمام الشركات الروسية وأسعار النفط تتجاوز 75 دولارا للبرميل في الأسواق العالمية والصين قد توفر نحو 340 مليار دولار بحلول 2030 إذا طبقت السياسات المراعية للمناخ وغيرها من الأخبار في الملف الاقتصادي نبدأ جولتنا الاقتصادية من السودان حيث تعتزم عرض عدد من مربعات الغاز والنفط في البلاد للاستثمار بما في ذلك الواقع في البحر الأحمر أمام كبرى الشركات الروسية مستشار وزير النفط والغاز السوداني أكد أن هذه المربعات غير منتجة ولكنها بالقرب من الأنابيب الرئيسية وهناك مربعات منتجة وتملك الحكومة بالكامل أو بعض الشركات الأجنبية تعمل فيها ويمكن أن تدخل هذه الشركات الروسية وتساعد في زيادة الإنتاج ومن بين هذه الشركات روس نفط وتات نفط وغاز بروم ولوك أويل تجاوز سعر الخام حاجز 74 دولاراً للبرميل أعطى أهمالاً واسعة بنمون قوي من اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي خلال العام الجاري قد يتراوح بين 2 و 3 بالمئة وفقاً لخبراء اقتصادي ستدعم دون شك نمو اقتصاديات الخليج التي تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إرادات موازناتها وتحوم أسعار النفط حالياً عند 74 دولاراً مدعومة بشكل رئيس بجهود منظمة أوبك ومنتجين من خارجها لدعم توازن الأسواق عبر اتفاق جار تطبيقه لخفض الانتاج من المقرر لعمل به حتى نهاية العام الجاري 2018 إلى الأسواق العالمية حيث ارتفعت علاوة خام برينت فوق أسعار دبي إلى 4 دولارات و 47 سنة للبرميل وهو أعلى مستوى منذ يناير 2016 حيث زادت العقود الآجلة لبرينت على 75 دولاراً للبرميل لمسجلة أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2014 بفضل تخفيضات الانتاج التي تقودها أوبك فيما بلغ خام مزيج برينت في العقود الآجلة 75 دولاراً و 27 سنة للبرميل بارتفاع 36 سنة عند آخر إغلاق تصدرت روسيا قائمة موردية نفط الخام إلى الصين في مارس لتحافظ على مركز الذي احتلته في أول شهرين من السنة وفي العامين الأخيرين وتفيد الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للجمارك الصينية أن روسيا وردت نحو 6 ملايين طن بما يعادل مليون و 360 برميل يومياً الشهر الماضي وأخيراً أظهرت دراسة أمريكية أن الصين يمكنها تحقيق ربح من تطبيق السياسات المراعية للمناخ الدراسة أكدت أن تقلص انبعاثات الكربون بنسبة 4% يوفر للصين نحو 340 مليار دولار من النفقات الصحية مع حلول عام 2030 وتعد الصين أكبر مصدر لانبعاثات الغازات المسببة لارتفاع حرارة الأرض بسبب اعتمادي الكبير على الفحم في إنتاج الطاقة والتدفية وفي الختم تذكير بأبرز العناوين مصرع الصماد يكشف الصراع الحوثي على السلطة هو نهب ثروات البلاد انكسارات حوثية والجماعة تحاول لملمة أشلائها وتجبر الموظفين على حضور تظاهراتها غرافات يبدأ جولة جديدة للمنطقة بحثا عن السلام ومجموعة السبع تدين الأنشطة الإرهابية في اليمن أنتم في رعاية الآلة لقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر